دلوقتي هنتكلم عن فقرة بتهم ناس كتير قوي احنا عندنا مشكلة كأباء وأمهات اول ما الولاد يبتدوا يزنوا مثلا او يبتدوا بقى يتشاءوا ويرخموا على بعض في البيت خد يا ابني الموبايل امسك يا ابني شوف لنا اي حاجة على النت نزل لك تطبيق أو أبليكيشن وشوف هتعمل في ايه طبعا هو مش مدرك لخطورة انه هو عشان يشغل تطبيق في بعض التطبيقات بتتطلب بيانات شخصية بيانات مهمة جدا عن الشخص فهو مش مدرك لخطورة انه كل حاجة تبقى مستباحة فبيدخل بيانات كتيرة شخصية فبتلاقي نفسك موجود والناس كلها عارفة عنك كل حاجة من خلال اللي عملوا ابنك سواء من خلال التطبيق يا ابنة او من خلال استخدام مواقع تواصل الاجتماعي بشكل عام مش بس من استخدام الابليكيشن هما الولاد بيطلعوا لايف وفجأة تلاقيين ناس قاعدة معاك في البيت لانت في المطبخ ولانت في الليبنج يعني الموضوع بيبقى له حقيقة أضرار سلبية كتير ممكن تأثر على الطفل وتخليه متعلق بشكل أكبر بالحاجات دي لانها بتخلق له الوهم هو بقى بيعتقد انه هو شخص ومشهور وبيعود يكلم بنشوف كتير قوي أطفال ما عندهمش يعني غير أصحابهم يعني أربع خمسة انا جالي عشر لايك على صورة اوه بالضبط وبيتكلموا بقى ويتكلموا الفولوورز وارا حقول لكم تفاصيلي وحقول لكم روتيني ومش عارفة ايه يعني بيخلقوا امت الحال يا رفت يا ابني ابوك هم مش حارفينك بيخلقوا صورة ذهنية كده او الولاد بيخلقوا عند نفسهم صورة وبيبتدوا يتعاملوا على أساسها المهندس محمد الحارتي استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي حيقول لنا فعلا هل بتسرق طفولة ولادنا وبتسرق تفاصيلنا ولا لأ وفعلا الولاد لما بيتعلقوا بالأبليكيشنز دي ده بيأثر عليهم مستقبلا ولا لأ ده اللي حنعرفه منورنا يا جشوانز اهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتك صباح الخير جميع طيب الأطفال بتتعلق بأبليكيشنز أول ما نقول الأبليكيشن دي لا هي دي بتبقى حلم الأطفال وتقول هي دي الأبليكيشن اللي احنا عايزنا صحيح نعمل إيه علشان الأبليكيشن دي أي أن كانت بقى إحنا معترضين عليها ليه متبقاش موجودة على تليفون ولادي من غير ما أخد بالي قليني في البداية بس يعني إحنا فيه غلطة كبيرة كل بيت مصري أو معظم بيوت مصرية أو على مستوى العالم يعني مش في مصر بس من غلطة أن إحنا بندي لأولادنا من سن صغيرة جدا التليفون فبيبدأ يكتشف أن فيه عالم مختلف خالص من سن سبع سنين أو ست سنين وقد في بعض الأهالي أقل من كده وده يعني كل يمكن أطباء علم النفس حذروا منه تحذير شديد جدا طيب خلينا نقول إن إحنا ما ينفعش كمان ابننا أو بنتنا من سن أقل من سنة تلتاشر سنة يبقى حتى يعني مقبل على منصات توصول اجتماعي بشكل أواخر منصات توصول اجتماعي أو تطبيقات يعني منصات توصول اجتماعي للأسف الشديد بتخليه يعني عرضة لي إن هو يشوف أشياء هو المش المفروض يشوفها في السنة ده ده أول حاجة محتوى ما فيش أي حد بيستخدم مصات توصول اجتماعي يقدر يسيطر على نوع المحتوى اللي يقدر يشوفه أنا عايزة أعترض أفندل؟ أنا عايزة أعترض تفضلي كورونا حطتنا كلنا في كورنر إن الولاد بعد ما كنا الولادهم كبار شوائع عارفين يعملوا تايم ليمت كده للاستخدام الموبايز واستخدام الحاجات لكن كورونا خلت في فترة قبل ما المدارس تعمل منصاتها الخاصة المدارس المختلفة كانت علشان بس توصل بطرق مختلفة للتعليم كانت بتعمل واتساب جروبس وكانت بتعمل تليجرام جروبس وكانت بتعمل ساعات لايف على الفيسبوك من بيج معينة للمدارس يعني في فترة كان ده شيء مهم جدا ماينفعش بعد ما الدناهم نسحب منهم مش هنقدر طبعا أنا بالعكس أنا يعني متفق محرك تماما عشان كده حم نقول أنا تحديدا مركز على منصات توصل الاجتماعي ولكن حتى هنا أنا دايما بقول إيه لازم نبدل فكرة أنهم يبقوا موجودين على منصات توصل الاجتماعي ببعض التطبيقات المهمة اللي قد يكون ياخدوا منها معلومات زي محرك أشارتي كده يعني فترة معينة في كورونا كان إحنا بنستخدم تطبيقات وحتى فكرة المؤتمرات عن بعض أو التعليم عن بعض أو كافة التطبيقات ده شيء كان متميز وجد جد ولكن بعد ما خلاص عدد كورونا خلاص الأبناء بقوا مهتمين هم موجودين على منصات توصل الاجتماعي فترة طويلة جدا المتوسط الساعات وصل لتمن ساعات في اليوم ده رقم يخد فكرة اللي بقوله ده يعني مش غريب عن بيتي أو أي بيوت يعني بيسمعني الوقت بيوتنا كلنا بقوا عني من هذه المسألة فبالتاني دايما أنا لو أنا منعته المنع الحقيقة بعد أن ما كان بقى فوق 13 سنة المنع دايما طفل أو الإبن أو الإبنة بيبقى كأن إحنا أحنا بنشوفها زي أعراض النسحاب من الإدمان لأن إدمان التصفح اللانهائي أو اللامتناهي على منصات توصل الاجتماعي للأسف بيسبب جزء من الإدمان إدمان إيه بقى؟ إنه بيتلقى فقط بيتلقى محتوى فقط أيا كان المحتوى ده شكله إيه؟ هيدره إزاي؟ هيغير سلوكه إزاي؟ طيب أنا البديل بتاعي إيه؟ البديل إن أنا مش أمنع لكن أوفر بدائل بدائل كتيرة على فكرة والبدائل إن أنا في فترة مثلا الأجهزة إنهلية دي الفترة الأخطر يعني إنه هم بيبقوا موجودين على تطبيقات وألعاب إلكترونية مختلفة إن أنا أدخله فيه أنشطة يتعلم منها شيء ودائما بأكد فيه هناك مبادرات وأماكن كتير بتعلم البرمجة وبتعلم التطوير الروبوتات وبرمجة الروبوتات في سن صغيرة فبالتالي وكمان هناك تطبيقات وهناك منصات بتعلم ده موجودة يقدر كل بيت مصر يستخدمها وببلاش فبالتالي هناك بدائل حتى لو هيدخوا على مناصة التواصل الاجتماعي لازم بامتابع هو بيعمل إيه على هذه المناصة لأن إمكانيات تغيير سلوك هم نشوف أولاد وأطفال في سن صغيرة بيتلفزوا بيتكلموا كلاموا بيتكلموا عن موضوعات إحنا لم نتناولها في بيتنا فبالتالي هو جيب أو حتى المدرسة ده مؤشر تعرف على طول أن هو بيجيب المصطلحات دي منه طيب إحنا كنا في الأول يا باشمانس بنخاف فقط من اليوتيوب والفيديوهات اللي موجودة عليك مضبوط الموضوع بدأت تاسع شوية بقت فيه الجيمز اللي فيها عنف وفيها دماء وواء إلى آخر دلوقتي دخلنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاوي اللي موجودة فيها وخرجنا منها دخلنا على الابليكيشنز بالتفاصيل الكتير اللي موجودة فيها أيهم أقل ضرر على الطفل يعني لو إحنا قلنا دلوقتي أن فيه طفل في سن مثلا زي ما حضرتك قلت 13 سنة مثلا هيمسك التليفون هيمسكه كم ساعة في اليوم التليفون وأيهم أقل ضرر عليه يستخدم إيه في الحاجات دي كلها طيب خلني أقول لحضرتك الألعاب الإلكترونية لأن دي الأكثر اهتماما يعني الأطفال وخصوصا الأولاد الألعاب الإلكترونية فيها جزء يعني أنا ما قدرش أقول أنه ما لعبش ألعاب إلكترونية ولكن المهم أنه أنا هيلعب إيه يعني مثلا اللعبة الأشهر اللي في كل بيت موجودة روب لوكس روب لوكس ليست لعبة إلكترونية روب لوكس أصبحت منصة ألعاب الإلكترونية أصبح أن فيه أطفال تاني أو فيه في فقات عمرية تاعتاشر سنة بيدخلوا على المنصة يتكونوا مشاهد معدى مسبقا ويبدأوا يدعوا إليها أطفال آخرين للدخول في اللعبة يعني هي حاجة كويسة أنها بتعلموا أنه يكون إزاي أنماط داخل اللعبة ولكن هم نتكلم في مختلف الثقافات بشوف أن فيه بنشوفه كله بيشتكي من هذه المساءة الوقتي أنه بيدخل على يعني بعض المساحات أو الحسابات على روب لوكس غير ملائمة لثقافة الشعوب العربية فبالتالي أنا مش هقدر أقول هنا أن أنا أمنع روب لوكس عشان بس أبقى دقيق مش هارف ولكن مهم أن أنا أعلم ابني إزاي أنه يتعامل مع هذه المناصة وإزاي أنه هو هيشوف الحقيقة أشياء قد قد تختلف مع طبيعتنا كشعوب عربية فبالتالي هيختار الجزء الجيد في هذه المناصة ويبدأ يلعب متوسط عدد الساعات ما ينفعش هسيبه 8 ساعات في اليوم قاعد بالعبرو بروكس أنا عارف أنه ده شبه يعني اللي هيسمعها الوقت يقول شبه مستحيل الطفل في الأول هيبقى فيه أعراض انسحاب جدا من أن أنا بقى خليه يبعد أو بقى لعدد الساعات ده لو وافق أصل فبالتالي ما هو هنا بقى فكرة الضبط وفكرة أن أنا أتحكم إزاي وأن أنا أقول له أنت عندك ساعتين على الإنترنت ساعتين إن شاء الله زي ما حراك بتتكلم بقوا بيقدروا يعملوا فيه في اللعبة وبقوا يعملوا فيه صحيح أنت مش قادر تحكم هو بيلعب ولا هو بيعمل سكريبت علشان يلعب بي ولا هو بيعمل تطوير للمرحلة وهيخنعت مش هترعت بس ده كلام أنت حتكفقه على المجهود الرهيب اللي هو عامل أنا عايز أقول له حراكة حية تغيير سلوك ابني أو بنتي لو أنا فعلا بدأت أدخله فيه برامج لتعليم الجزء الخاص بيه البرمجة بيدخل ما بيخرجش على فكرة أنا عايزه يلعب وعايزه يبدأ يكون هو الألعاب يعني أنا عايزه لا يتلقى فقط لأي أنا على فكرة العالم كله شكله بتغير هناك نوعين كده هنقول حد بيتلقى فقط وحد بيبدع هو ده شكل البشر خلال فترات الجاية من سيتلقى بس اللي هو يفضل قاعد على محتوى ويلعب بس ومعندوش أي شيء تاني فعليا مستقبله غير جيد حقيقة فبالتالي الشخص أو الطفل اللي أنا هعلمه الإبداع وعليه مستخدم تطبيقات أنا هنا مش بتكلم ولا أقدر أتكلم أنه نسحب منه أنه يدخل على الانترنت أو بالعكس أنا عايز أبدأ أغير سلوك وعلى فكرة عايز أغير سلوكي أنا شخصيا كأب وأم في أن أنا أبنموذج قدام ابني وبنتي لأنه هو شايف ده أنا قاعد برضو على السوشيال ميديا فبالتالي فيه يعني المشكلة مشكلة عامة مش مشكلة الأبناء هي مشكلة في الأساس كمان الأب والعم فبالتالي مهم كلنا نغير من سلوكنا داخل البيت المصري وعلى فكرة فيه مشكلة كبيرة جدا حريقة زكرتها في البداية الطفل بيلعب أو ابني أو بنتي بيلعب ألعب تشاركية فاتح المايك كل أحداث البيت بقى يعني فاتح كاميرا ومايك فهو بقى منخرط بعد بالزبط أول عشر دقايق من دخوله اللعبة هو بينفصل عن الواقع المحيط الكاميرا شغالة والمايك شغال ده على فكرة بيسيبهم على الجهاز ويروح يعمل أي حاجة تانية طبعا ويرجع فما فيش زيره خصوصية في المكان وبنشوف بقى أحداث بعد كده بنشوف كمان العالم كله يتحدث عن هذه المسألة التتحاد الأوروب بيتكلم عن هذه المسألة ابتزاز الأطفال والتحرش الجنسي الأطفال عن طريق ألعاب الإلكترونية للناس أو مفيش أي حدود للناس يعني أطفال عندها ست سنين بتلعب مع ناس عندها خمسة وعشرين سنة وكلهم في نفس الشاترون ما هو ده اللي بيحصل عشان هم هنا بيتحدثوا عن لا وجودها حتى وانس انهم عرفوا يستخدموا نفس اللغة الموضوع اتحدث مزبوط منصة روب لوكس غير قادرة على أنها تسيطر على هذه المسألة لو هتكلم بقى عن تغيير سلوك الابنة والبنت هناك برامج كتيرة جدا حقيقي يعني مثلا مبادرات وزارة الاتصالات في أشبال مصر الرقمية ده شيء مهم جدا حتى لو لم يتمكن يعني نتيجة الإقبال الشديد هناك مراكز جيدة بدأت أن هي الحقيقة تتجه لأنها تقديم هذه الخدمات فبرضو ده قطاع خاص محتاجين نشجعه ننتقل منه طبعا ونشجعه هناك بالعكس منصات وأبحث كأب وأم على المنصات اللي أنا أعلم فيها ابني عن صناعة التتوى لا فيه مبادرات كتير غير مبادرة أشبال مصر وزارة الاتصالات عاملة التكنولوجي هاب اللي موجودة في العاصمة الإدارية فتحة سواء هنا أو في القرية الزكية يعني أماكن مختلفة ومنفرط يعني انتقالات ببلاج وعملة كتير حاجات ديمتي يا ذات ولكن من لم يتمكن يعني هزين مثلا السنة في الدخول ابدأ انها بالعكس اكسب فترة الصيف وعيد تنظيمة الابني يعني ابني وبنتي بتغير ليه لأنه بيستخدم الحقيقة الجهاز بتاع الكمبيوتر بيستخدم الموبايل بس في شكل إيجابي برضو لازم أدور على منصات هناك منصات مجانية موجودة بتعلم برمجة وكودينج بشكل جيد جدا زي سكراتش اللي بيوجودة في بعض المدارس ومهم ان اعلمه زي يصنع محتوى يعني معنىش مشكلة انا جيب له مايك كويس جدا والكاميرا وابدأ ان انا اعلمه زي كتب سكريبت الحاجة مهمة ماداش اقوله لا ما تعملش محتوى انا اللي حلم يصنع محتوى يعلمني ويعلم اللي يعلموني بس يعني يعلمون هو يختار الموضوع اللي هيتكلم فيه بدل ما يطلع يقول انا وانا وكالته ورحته وابدأ اشوف مرة الاطفال بيصنع محتوى جيد ازاي وابدأ ان انا حتى اتعلم من طيب ده جميل جدا يا بش مهندس واحنا في بداية الحلقة كنا بنتكلم عن تقرير صدر من الامم المتحدة بيقول ان نسبة الاطفال اللي بيستخدموا الانترنت والأبليكيشن ارتفع صحيح من 65% ل 79% وحدد الفئة العمرية من سن 15 ل 24 سنة ودي فئة خاطرة جدا ان هم بهذه الكسافة وهذا العدد الكبير ان هم يستخدموا الانترنت والأبليكيشن هنا عايزين نتكلم عن الضوابط لانه التقرير قال ان المسئولية مسئولية الجميع احنا دلوقتي احنا بنتكلم مع حضرتك جبنا الجانب اللي هو عن مسئولية الاب والام التقرير بيقولني فيه مسئولية كبيرة جدا بطاقة على صناعة التكنولوجيا وعلى القطاع الخاص ده يعني المسئولية الحقيقة الوعي حتى التكنولوجيا مسئولية مجتمعية مسئولية القطاع قاص ودولة والقص وكل منظمات والمنظمات باختلاف تخصصات خلينا اقول لحلك الدوابط انا دايما بقول ودايما يعني بأكد مهم جدا نحن نعيد سياغة التواجد بعض المنصات بشكل ما في مصر مش توجودها ان هي موجودة او لا ما هي ما يحدث او ما يتم او الخدمات اللي بتقدمها المنصات دي داخل مصر يعني هناك بعض دايما بذكورها هناك بعض احدى منصات فيها بعض الخاصة بس المباشر وهذا المحتوى دائما هو محتوى للأسف اللي بنشتكي منه انه غير لائخ لكل ابناءنا واولادنا فمهم ان انا اعيد سياغة هذا الامر الحاجة التانية هناك بعدي مثال بعض الدول مثلا يعني الصين قالت ان انا الالعاب الاكترونية مش هيقدر يدخل على منصات الالعاب الاكترونية في فترة طول ايام الاسبوع انا بذكر انا مش بقول ان احنا نعمل كده ولكن انا بقول هي عملت ايه قالت يعني انا اقصد ان انا بطرح هناك في محل ان انا بطرح التجارب اللي حصلت ايه قالت لك احنا شعوب احنا دولة منتجة فالمهم انا خلاص مش قادر وصل لمحات ايه مش قادر امنع ابني وبنتي ان هو يستخدم والاب والام مش قادرين انا كدولة قررت ان انا اوقف الدخول على منصات العاب الاكترونية طول ايام الاسبوع معادة في الاجهزات وعدة ساعات محددة وبدأت المنصات ما تشتغلش بعد فترة المسائية لها عشر بالليه ده للكل يا فندم طب هو يعرف من كل من يستخدم لا او قادر الفعل عمري كل دولة قادرة تتحكم ايه اللي يبقى موجود على الانترنت من مصر مثلا او من اي دولة تانية او انه ما يبقى موجود امكانية التطبيق هذا موجود ولكن المهم انه ارساء ضابط والمعايير لان فعليا الاسر المصرية غير قادرة للتحكم الكامل على اولادها لان انا دائما بقول بنصح بس انا بالعكس انا عندي مشكلة في بيتي ان انا مش قادر اسيطر الام كمان هي اللي موجودة الاب طول نهار بره فالام هي اللي شايل هذه المسئولات مهم بقى حاجة تانية حاجة بسيطة خالص لا مش شايل ان تكون الام موجودة ممكن تكون الام في الشغل العادي والام يعني اقصد الام هي دايما هي اللي بتابقى خط التعامل الاول مع الابناء طب مهم كمان حاجة بسيطة جدا الروتر في بيتي ده مهم ان انا اتحكي يعني احط لي معايير وضوابط شبه حركة هنتكلم عن معايير وضوابط مهم احط معايير وضوابط على الروتر اللي موجود في بيتي واقول ايه الجهاز اللي استخدمه وايه اللي ما استخدموش وعدد ساعات قد ايه وايه المواقع اللي ممكن ما يفتحاش من جوا الروتر دي خصائص واعدادات جوا الروتر حتى لو هوا مش هيرف اعماله هيكلم الشركة المقدمة الخدمة ويقول له انا عايز مواقع معينة اغلق اقفلها على الروتر تمام او اشغالها عدد ساعات معينة اللي بنسميها ويتليستين كده على الروتر ده شيء بسيط جدا ومتاح في كل بيتنا ونقدر نعمله بكل سهولة فبالتالي ده امكانيات بسيطة ولكن ده احنا مش بنقول بقى انه هو ديكتاتورية في مسألة لكن ده أنا باحمي حقيقي قولا واحدا بنقذ ولم يالك يسألو كلهم الشركة هي اللي عملت مشانا بأي عريب الزبط فده هي بواسيلة حقيقة نبدأ اغير سلوك ابني او بنتي بشكل مختلف اكيد المهندس محمد الحرطي استشاري تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي نورتنا وعرفتنا موضوع الويتليست ده يعني اعتقد مش هيعدي مرور الكرامة عند كثير من الاهيلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا